يتم التخلص من المياه العادمة السوداء عن طريق الحفر الامتصاصية أو شبكات الصرف الصحي إن وجدت تخرج المياه العادمة السوداء من المنزل لتصل إلى الحفرة الامتصاصية وهذا النوع من الحفر نطلق عليه الحفرة الامتصاصية المطورة أو المعدلة تحتوي هذه الحفرة على جدار استواني من الطوب مبني في داخلها ويبعد عن حواف التربة من نصف متر إلى متر واحد ويكون هناك فتحات بين الطوب تتراوح بين واحد سنتيمتر واثنان سنتيمتر ويملأ الحجم بين جدار الطوب وحافة الحفرة حجارة صلبة يبلغ متوسط قطرها خمسة سنتيمتر تمر المياه السوداء من خلال الفتحات بين الطوب لتصل إلى طبقة الحجارة الصلبة التي تنمو عليها البكتيريا تقوم البكتيريا باستخدام الملوثات الموجودة في المياه العادمة السوداء كغذاء لها محولة إياها إلى مواد أولية وغازات وطاقة أما في حال وجود شبكة صرف صحي فإنه يتم تجميع المياه العادمة من جميع المنازل المشبوكة ونقلها إلى محطة معالجة المياه العادمة ترجمة نانسي قنقر